شكراً أنكم مجردون أن أكون مقابلين بحضراتكم شكراً لديكاتريا الذين شرفوننا من اليابان ومن أمريكا وصاعدونا في أن نفعل هذه الهدف الهدف من الهدف هو أن نصل إلى البروغام لـ Preserve Betancy of Vascular Access in Egypt وأنا للأسف سأدي مقدمة لماذا؟ محتاجين أن نقوم بجنامج مخصوص للـ Vascular Access وإن شاء الله سنجد البروغام نفسه يشرحوننا بالتفصيل بإذن الله هذه الأجندة التي سنتحدث عنها بإذن الله ما هي الـ Problems of Vascular Access Pacts in Egypt سنتحدث عن الـ Intervention and Ethrology Training التي أخذناها في الفترة الماضية ما هي الـ Difference between الـ Vascular Access Practice in Egypt and Japan وآخر ما هي البروغام التي نتحدث عنها هذه الأجندة التي أعرضها دكتور كريم وهذه من الآخر الإحصائية للمساشفة منهور نحن وجدنا تقريباً أن أكثر من 20% من العينين الذين يقولون هم محتاجون لـ Abnormal Vascular Access يعني الـ Internal and External Jogular Access لو عملنا لهم Exclosure الباقي كله ده اللي هو الـ Patriotifalic والـ Subclivian والـ External والـ Iliac Vane تقريباً يمثلوا 20% من العينين الذين يقولون وطبعاً هذا رقم كبير جداً ويستحق منها أن نقف كثير قدامه لكن الحقيقة ليس هذه المشكلة يعني أنا أرى أن هذه هي آخر المشكلة أننا سيكون لدينا بـ Poor Vascular Access المشكلة تبدأ من هنا من وقت ما عندنا 80% من العينين بتوعنا يبدأوا الغسيل بتاعهم من temporary casters هم يبدأوا لماذا بـ temporary casters؟ كما قال دكتور كريم قال أننا وطبعاً جميعنا نعرف هذا الكلام جميعنا نقوم بتوعيق الكلة ونرى العينين اللي يأتي لنا بـ 10 و11 و18 و20 وأول مرة يأتي لدكتور كيلا ليس فقط كده أيضاً العين اللي بتاع بقلوا سنين مع دكتور كيلا وجاءنا عندما وصل الـ 10 قبل أن نقوم بعمل Vascular Access فهو نحن عندنا غير أن نحن عندنا Late Referral from Nefrology to Vascular Access أعتقد أننا نحتاج جدًا إلى القصة ولو كانت الـ guidelines كلها تقول أننا مفهول نقوم بعمل Vascular Access يجب أن نقوم بعمل هذا الجزء ونضعه جيدًا في الـ guidelines المشكلة التي كريم قالها الـ payment problems اللي هو البيضة أو الفرخة القرار الغسيل سيطلع الأول أو قرار الفصة سيطلع الأول وطبعاً كلنا رأينا هذه القصة ولم ينفع هذا القصة أن العين الذين يحتاجون Vascular Access ليس يجب أن نقوم بعمل قرار الغسيل فذلك الأول تلك مشاكل يقابلونها الحقيقة الـ report للجميع المصرية الأخير الذي كان دكتور كايم سالم أشر عليه يقول أن 87% من العين الذين على Prevalent hemodialysis فعلاً هم عندهم الحمد لله وقتها الـ report قال أننا لدينا جود براكتس لـ Vascular Access بداية هذا الكلام لكن الحقيقة ما يحتاجون أن نظر عليه أكثر هو الـ waiting list يعني أنا أزعم أن تقريباً العين الذي بدأ الرسيل يحتاج على الأقل شهرين ثلاثة أربعة لكي يقوم براكتس براكتس ليس قليلاً من شهرين إلى أربع شهور هذا لو كان الموضوع سريع بالنسبة له المستشفى حكومي المشكلة هي تقريباً أكثر من أربع شهور في بعض الحالات وأقل من شهر أو شهرين في معظم الحالات 17% من العيانين سيحصلون في الـ كل سنة يعني إذا كان لدينا 100 ألف عيان يخسل منهم 17 ألف عيان يحصلون في السنة وطبعاً هذا أقل مخيف جداً لماذا؟ لأننا لم يكن لدينا تقول للنيرسينج أو للدكتور الذي يوجد في الـ يجب أن تعمل مستشفى مستشفى في الـ هناك في اليابان في اليابان كان المريض أول ما يخشه يوضع كرسي يجب أن تعدى العيان عيان بالسماعة وتسمع الفيسكولاً قبل أن يفعل أي شيء قبل أن يتوصل على كل عيان يجب أن تسمع بأيديها وطبعاً وإذا كان هناك أي مشكلة تقوم للغاديولوجي وتقوم للفاسكولاً ليس فقط الـ الأخير يظهر أن تقريباً 87% من العيانين وطبعنا وهو قال وقتها أن الفلاتر صغيرة وأن يمكن أن يكون مشكلة ولكن أعتقد أن هذا ليس فقط كلنا نرى هذا العيان من الدكتور أحمد حطب كلنا نرى هذا العيان بالأنيورزم تقريباً كل يوم من 30 إلى 40% من عياننا بالمنظر بالأنيورزمات ونفرحانياً نشك في الأنيورزم أولاً نشكه لا يوجد لكن الحقيقة نحن فعلنا أنجيوغرام للعيان طبعاً هذه الصورة ليست نفس العيان ولكن هذه الصورة من عند الدكتور حازن المفروض أن هذه الفيستولة يعني هذا بريكيا الأرتري وهذا الفيستولة وهذا الفين وهذا النورمال المفروض الذي نرى عندما نفعل أنجيوغرام لكن هذا العيان لا يوجد العيان وهذا العيان يوجد هنا أو هنا بالتالي يحدث الأنيورزم الذي نرى المريض هو الفيستولة الذي يخسل هو الدم يخرج من الأنيورزم ويجب أن نضع هذا في ويجب أن نعرف أنه ليس فقط الفلاتر هو المشكلة الوصول يمكن أن يكون هناك مشكلة وهو الذي يقوم المشكلة الذي يوجد في المنظم في المنظم هو الذي يفعل هذا يعني لا يوجد أي المنظم يقول أن العيان يقوم كل شهر أو كل شهر أو كل شهر أو كل شهور أو إقوم على الفصل أو على الجرافت لكي يقول هل هناك مشكلة أو لا يوجد مشكلة هذا أغيب من العيان المصريين الذي يقوم به وكان عندهم مشكلة في المكناة وكان يصل لكي تفعل الوصول لكي تقوم الوصول هذا وفيه أيضاً مخلوقات تباية الانستيموسيس تقريباً 2 مم تقريباً الفيستولة ضيئة جداً وهذا ما لا يعمل الفيلو هذا هو الذي حفر مع العين والذي نحن نفعله في مصر أنه نكيبه أسطرة ونقول له هذه العملية بوزرط لماذا؟ لأنه لا يوجد لدينا أجهزة للمشكلة لا يوجد لدينا أيضاً أو شيئاً لتصلح المشكلة الموجودة لا يوجد لدينا أجهزة للمشكلة الموجودة أيضاً هذا الجراف من آخر إحصائية للمشكلة الموجودة تقريباً أقل من 10% أو أقل من العينيين نحن نكيب لهم كافد كاستر يتقريباً للمشكلة كافد كاستر تقريباً 4000-6000-4000 كافد كاستر في مقابل 400-500-300 كافد كاستر وطبعاً هذا كلنا يعرفون أنه هو بسبب غالباً بسبب الكاستر وكماً لكي مشكل الناس تقريباً على تقريباً فبالتالي نحن نجد نفسنا مشكلة يعني هي المشكلة ليس أن هذا العينيين موجودة لأن الموجودة موجودة موجودة لمشاكل كثيرة جداً قبلها بسبب أننا لم نأخذنا بنا جيداً ما هي الحلول التي نحن لدينا؟ كما قال مرتوك كريم كانت أول حل المستشفى المنهور للجامعية وكل المنهور للجامعية كان هناك أشياء المنهور لautreative program كما سنذهب لدعوش الاسوان وسهاج وأصيوط لكي نبدأ هناك intervention full-units advanced hands-on training of catheter insertion وإننا نأخذ الافترون descash نضع نبات في المنهور نظرك بالغلبات الـ vascular access لكن للأسف، هذه الحلول كلها تحلل آخر واحد آخر المشكلة أو الأول الأخيرة وأننا لدينا مقارنة كثير من تأثيرات المزيدة لكن لا نستطيع أن نحل هذه المشاكل كلها سواء هي المشاكل الأولى أو المشاكل الأولى لكن هذه المشاكل الأولى كلها أعتقد أن هذه ليست الحلوبة أننا سنقوم بعمل وكشابات أو كذلك سنعود سريعاً على التعبير الالتعبير التي أخذتها في اليابان وقد قدمت على التعبير كانت أولاً للإي سن التعبير كنا في 1 مارس 2021 بعثت الدكتور ساتو المشرف الرئيسي وهو في ساعتها كان فيه أجريمينت فول سبورت ان تريبا لإي سن التعبير يعني الرجل الحقيقة دعمنا أقصى دعم ممكن وهو والتائم بتاعه كله سواء إداري أو طبي ليس فقط كان هو الداعم كان طبعاً أسادتنا كلها دكتور عادل عطاور دكتور جرلول ودكتور رحمد فاتحي القريعي والجمعية المصفية كان دكتور هاني حافظ وعطوني هذا الجواب وكان طبعاً هذا من الورق الذي يجب أن يتقدم في الـ أننا نستطيع التعبير هذا التعبير في 13 سبعة بعدها بثلاثة أربعة شهور تقريباً الحمد لله حصل التعبير للتعبير لكن الـ COVID-19 أخرت الموضوع أخرت التعبير نفسه حوالي سنة لأن اليابان كانت تقريباً كل الصبل إليها كانت تقريباً إغلاقتين في 30 أغسط ركبت الطائرة وتقريباً سافرنا أكثر من 9000 كيلو حتى نصل إلى اليابان وفي الأخير الحمد لله وصلنا إلى اليابان بعدها بكبعين ساعة هذا السنطر الذي كنا نشغل فيه هذا القضة الدكاترة مثل البسكولار أرسل سنطر يعني هو الـ هذا الـ ونفسها وهذا الدكتور التي نقعد فيها ونكتب الـ وبعدها كل حالة هذا التعقيم والـ هو الـ وهذا كانت الـ كانت هيبريد 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 وتعقيم وحقيقة الـ كانت لديهم الجهازين والفلورسكوب والفلورسكوب الذي هو الـ والهي位 وكانت لديهم وكانت لديهم الموضوع لأنه يمكنك إخشاره ما الذي تعلمنا هناك؟ بيزيك سوب ألترا سوند وفاسكولا اكسس مابين أدجاستن الالترا سوند طيب سوب أكسس تينوزيس بي ألترا سوند كيف نتعرف ماذا من كل نوع الطيب سوب أكسس بيزيك سوب أنجوغرام وبروتيكشن فروم رادياشن لأن طبعا الديلي براكتس ممكن يخليك عرضة للمشاكل بتاعت الرادياشن اللي كلنا نعرفين هذا كان أول ألترا سوند ريبو تعمله بأداية تقريبا اشتغل تمانية وستين حالة جراحة من أول تقريبا عملنا 20 حالة خمس حالات حوالي 30 حالة وخمس حالات حالتين حالتين كانوا حالتين دكتور أكوبو هو الناس المتعاونين جدا لو راح الياباني سيسلمني عليه وبالمناسبة هو نزل مصري من 19 سنة ويحب جدا الفلافر والكشر قال لي نفسك الفلافر والكشر التقريبا اشتغلنا 142 حالة في 3 شهور من أول من الأجزم من الأخدام مناطقك ويتصمات من تتغلاء منطقات العملية تقريبا منطقة اقانات مارد مختلفة من مختلفات مختلفة 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 وفضلات جدا تقريبا ذلك تقريبا تقريبا إذا كان هناك حصار لقدر الله تريتمنت من بعض المساعدات المتحدة التي رأيناها قدامنا ألتراساون جايدة بي تي ايه ثومبو أستيريشن ومثال أخرى هذا التيم بتاع بي تي ايه وهذا دكتور ساتو كانت شغال معه في آخر الأيام وهذا دكتور صبوي أحد بعض الناس الكبار هناك طبعا من الأشياء التي تعرفنا على دكتور باتل الذي يجعلنا مخاضرة من قليلا من فلوريدا لكي نلخص مختلفة بين مصر وبعد التجربة هذه بين مصر واليابان أنا فقط أحرك على ثلاث حالات سريعة تقريبا هي كومون تراكتس في مصر ولكن أعطينا أن أعرف هل كانت موجودة عندنا سوف نفكر فيها كيف؟ هذا أعيانت 65 سنة على منتنسيمو دياليسيس بسبب بسبب من نيومين الإجزامينات على الجرافت لا يوجد غير طبعا الألتراسون ثرومبوز حوالي 1.5 ميلي فطبعا هذا العيان إجابتنا الواضحة والصريحة أن هذه العملية وقفت وننكب أسطرة هذه صورة الألتراسون ونحن أتفقنا أننا كلنا سننكب أسطرة ونقولوا أن هذه العملية وقفت أو هذا الجرافت وقفت ونحن نحن الثانية أو يمكن تحرك الواضحة الواضحة هم كان لديهم أي تانية حقيقة ونعملنا بفجرة كاثفر ثرومبكتومي وبيركوتينيا استخدموا باللونة 6 ميلي هذا كان شكل الأنجيو قبل العملية أو قبل ثرومبكتومي كان هناك ريملان ثرومبوز الأجزاء التي لم تأخذ لون الأسود الكامل والجزء هذا هو مكان فينس أنستموزز وهذا الذي يوجد فيه الثانيوز السايد بعد أن عملنا ثرومبكتومي دخلوا البلونة ووسعنا الجزء في الثانيوز وهذه الواضحة الثانيوز ومكان الثانيوز ومكان الثانيوز وطبعا العيان في نفس اليوم غسل وعيش مثل الفل الثانية 72 سنة نفس السايدة من غاية وغاية 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 في أدها وقمت بإمكانها وجدنا أن هناك ثلاثة سنتي وثلاثة 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 أقل الثانيوز تقريبا نفس المصط لكن كان هناك وغاية من غاية 2-3 من 10 ملي تقريبا نفس تقريبا 5 سنتي كان هناك 5 سنتي فيهم ليس كما هات وكان هناك وكانت تحتاج هذا الذي حدثت أنه دائق جداً، فقد وصلت خسر الهيماتومة، فبعته هنم هذه الحالة لو جاءت لي في مصر، سأقول لها ريحي الجرافت ويا رب تشتغل تاني، ونحن نتكب لك أستغل لتحطي الجل الثرومبوزيس وشوية أنتيبيويتكس على الماشي فأنا نحن نعلم برأي ذلك أول خطوة كانت الـ PTA بالوننج للجزء الذي كانت استينوزد وهو الخمسة سنتي، وراجعت في نفس اليوم تخسل من العملاتها وبعدين بعد ثلاث أيام بسبب الانيوريزم الذي كان موجود عملنا بلاني أن نشير الانيوريزم ريسكشن وعملنا بطلسمنت مع بوليويثان جرافت وبعد البوليويثان جرافت راجعت تخسل ثاني بعدها من رأي أي مشكلة فالصة وهذه صورة الـ PTA أول يوم الذي عملته، وهذه من خمسة سنتي التي كانت استينوزد في الحالة وهذه البالون وهي تتنفخ وهذه الـ final results بعد الـ PTA وطبعا قلنا بعد ثلاث أيام تعمل لها أنيوريزميكتومي وتحطت السيجمينت للتشالد وتحطت واحدة تانية مكانها للجرافت وبقيت جرافت وجرافت أنستوموسس والعين تخسل منها في نفس اليوم الكيس الثالثة 68 سنة من غير بريكيوبازيلك AVF للأسف سرومبوزد الدوبلر ألتر ساوند كان إجزوهوستد فينز وللأسف لا نسع نعمل سرومبيكتومي فبالتالي هو محتاج جديدة وطبعا نحن كلنا عارفين أن الـ AVF محتاجة تقريبا وطبعا نعمل ستة أسابيع لكي تبدأ تقريبا الدوبلر ألتر ساوند وطبعا ألتر ساوند كان الفينز كويسة 2.5 ميلي وطبعا ألتر ساوند 2.2 ميلي وطبعا كانت أن نحن نركب أو نعمل راديو كيفالك AVF ونركب طنل بهم لكن داخل الـ كان العين اللغائي ثاني هناك خطوة كده في الـ نحن نعمل مانيول ديلاتيشن للفين لكي تقريبا فبعد العملية وجدنا أن الكيفالك في الـ بعد المانيول ديلاتيشن أربعة ونصف ميلي وبالتالي هذا العين بعد الـ طلع على قط الغسيل وغسل من الفستر الـ لا يحتاج إلى تقريبا لا يحتاج إلى تقريبا المانيول ديلاتيشن بعد الـ وده يسمونها وده يسمونها هذه صورة العين بعد المابنج الـ كانت 2.5 ميلي تقريبا وده المابنجي اللي كنا نعملينه بالـ وده وقت الـ 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 لو لاحظتم كده هذا الفين وهو مركب فيه حاجة مثل الـ وبيبوش طلائق من هنا والـ عامل للفين من هنا حيث أنه يدي هاي بريشور للجزء وطبعا الجزء يكبر يعني احنا عملنا هنا هاي بريشور بعدها الـ يضغط لفوق أعلى نراك ما يضغط كل السيجمين في هذا الـ وهذا الـ سنجد الـ سنجد الـ بعدما كانت 2 ميلي بقى فجأة كبر وبقى مقلص وهذا الـ الـ ضغط 4.5 ميلي بعد الـ فبالتالي إحنا لو قارننا بين الـ بيننا وبينهم داخلي لدينا كوريا لدينا لدينا كوريا لا. وسنحاولهم مثل وهذا الذي يصل لإيخار exhale وضيفات زيادة عدة عقلية عدد العلياية بينما لديهم زيادة عدد العلياية وضيفات زيادة عدد عدد العلياية ما هو البرجرامة لإستغلاء في الزمالية والعملية العلياية عدًا لن أتكلم عنه بالتفصيل ولكن هنا باختصار نحن نجمع المشاكل بهم في برغام 1 بحيش نحل المشاكل وأننا لدينا إستخدام وأننا نتGRاتل عدد العلياية وقد تعملون التعامل لها نفسها كيثيرا من المعامل من الجامعة المصفية ومن المعامل ومن المعامل المعامل من التعامل والاست例えば الوراسية وما نعرف المعامل أننا نضغط في المساعدة المساعدة لجميع نفرولوجيين، بينما سيبقى لهم ممكن أن نتعلم بها، ممكن أن نوفر لهم ترينيج، سواء في شكل وكشوب سنبدأ إن شاء الله حاجة اسمها سوف نقوم بها. ستجلب لحمسات الإنشاء الله من المساحة الإنشاء الله سنعلن، سوف نعرف اللقاء وأنا سوف نفتح عن كي يتقوم بها. القطار بكبغان سجعاته إجرادتك بحاجة النفراج والوحد في البداية تحتاج أكثر الهقدمة في بداية بأكبر نفر问 نتبا أحب لسجعات السجري أو الدوائعة تحضر النPERدي في البداية ب cały طريقه هذا البعض فيúsica وهذا الأكل المصري في اليابان، أكلمت معطعم مصري هناك، وشكراً لكم.